السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اخي حسن شقيقتك تقول بانها تشوف في المنام رؤى انك تطير في السماء وانك تصليك جناس هذه الاعراض اللي اذكرت اخي حسن هي المرأة التي تعاني من سحر المسحور من الاعراض الظاهرة فيه انه يرى نفسه يطير في السماء ويكاد يسقط على الارض طيران مشي طيران فيه نعيم حسن الطيران لكان فيه نعيم وشف الاجواء جميلة والسماء زرقاء والسحب بيضاء ناصعة البياض والجول مبهج هذا معنى ارتقاء في المقام وحج وعمرة يناديه اما من كان يطير في السماء ويسقط على وجهه وخيف مخلوع والاجواء غير مريحة معنى انه مسحور وكذلك الذي يصلي وعند صلاته اما انه يشعر بوحد الخلل في جسمه او انه يتفوه كثيرا او انه يغيب عن الوعي كل هذا الدليل على انه مسحور العلاج بيصير جدا العلاج هو ان المعني بالامر هذا المريض او هذه المريضة يقرأ في الصباح والمساء الاخلاص والمعودتين الاخلاص والمعودتين يقرأهما ثلاث مرات او سبع مرات او احدى عشر مرة في الصباح والمساء عند شروق الشمس وعند غروبها لان الصناعة السحرية انما تتم عند شروق الشمس في الليل وبين الفجر او تتم بعد غروب الشمس او عند سفرار الشمس بعد العصر الصناعة السحرية كتن هكذا هي الصناعة هي علم يعلمون الناس السحر علم له قواعد له اصول ولكنه كفر بوح ما لهم في الاخرة من نصيب العلاج هو انك اثناء عمل السحر عند شروق الشمس وعند غروبها تردد بأعماق قلبك وبعضمة لسانك تقرأ سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد كررها ثلاث مرات سبع مرات او احدى عشر مرة الاخلاص تقوي فيك الايمان وتقوي فيك اليقين ثم المعودتين هي سورة الفلق الفلق يعني ربي عز وجل لا يفلق عمل الساحر ذيك الكتلة اللي كيقوم بها ربي يقسموها نصفيني قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد يدروا العقد يعقد عقدة مع عقدة مع عقدة وكتعقد لك الحياة من شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ذيك ليه وغا حسدك حسدك على جمالك على طيب وبتك على الخير لعطيك مولانا حسدك يقول لك انت اللي تقل الله وما يقول تبارك الله الله يحفظ نوائيكم يقرأ ايضا الفلق ثلاث مرات او سبع مرات او احدى عشر مرة ثم يقرأ بعد ذلك سورة الناس قل اعود برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وذو مرض العصر المرض العصر اللي عندنا منتشر ممكن ان اقول جازما اكتر من خمسة وستين في المئة من الامراض النفسية التي يعانيو منها المغاربة والمشتمع الدولي كله في هذا العصر ديالنا هو الوسواسة شحال ديالناس اللي معدهم لا مرض لا والو معندوا الاكتئاب ما عنده لا قلاق ما عنده فكرة اللي اقدر لي في الدهن ديال وما كناش معندوا والو الوسواسة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هاد الوسواس ما حدوا معك رمي نفع طبيب هاتمشي عند الاطباء هاتمشي عند الناس دي اللي كده للكوتشين هاتمشي عند الروقات ما غينفع ما غينفع منه إلا أنك تبقى تذكر الله تعالى وتقلق قل أعود برب الناس من شر الوسوس الخناس ربي يسمى خناس كي يخناس الذي يوسوس يبقى يوسوس اليوم وغدا كي يجيك يدخل عنده هو فنان هو دكي يخلق لك واحد الفكرة وكتجيك أفكار دهنية وكتجيك خواطر وكيبقى داخل معك يفصل وكيبقى يخيط وحتى يوصل معك للقمة وكيمسكك من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يصل الصدور من الجنة والناس الجن وكيبقى حتى الناس البشار القيل والقال حب الكلام فنسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا ببركة هذه الآيات هذا حسن حصين أيها الأحباب الكرام خاصنا جميعا نقروها في الصباح والمساء الإخلاص والمعودتين وإذا زدت سورة الكرسي كان أفضل كتسمى آية الحفظ وهو العلي العظيم آية الكرسي عظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي أعظم ما في القرآن القرآن الكريم كله عظيم وأعظم ما فيه آية الكرسي كتسمى آية العرش الله لا إله إلا هو الحي القيوم فيها اسم الله الأعظم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم وفي ختمها محفوظ مالك محفوظ ساعتك محفوظة أولادك محفوظين بيتك محفوظ أهلك محفوظين سمعتك محفوظة وكل ما عندك محفوظ بحفظ الله هذا هو التأمين الحقيقي التأمين مش دائما الآن خيرات في الشركات لي عند أسهم وعند أموال التأمين الحقيقي الرباني اللي تأمين على الحياة تأمين على الأموال تأمين على التجارات تأمين على البيت تأمين على الأولاد وهو أنك تقرأ آية الكرسي فإن زدت علي السورة الفاتحة فتح الله لك الأبواب المغلقة وصرت في الدنيا وكأنك تعيش سائحا تعيش الدنيا سعيدا تعيش في الدنيا بعيد عن الهم والغم لا يهمك الخلق أبدا لأنك مرتبط برب الخلق سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك ويألكك أخي حسن من مجونة حفظك الله ورعاك الله وجمع الله شمل العائلة والأحباب والدرية وبرك الله في الجميع بجاه النبي الشفيع اللهم أمين يا ربي يا كريم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أخونا حسن أيضا وصنا بوحد القضية هي المحبة بالخوت لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه مصيمة كبرى تعاني منها حياتنا الاجتماعية المغرب دينات بالدل السبعينات والثمانينات أفستينات خلاص كان المغربة معروفين أن هناك واحد تآذر واحد المحبة قوية بالخوت الخوت عندهم واحد المحبة قوية الكبير كيرحم الصغير والصغير ميهز عيني في الكبير رحمة كبيرة وكانت العائلة تحرص على أن تبقى مجتمعة دائما مجتمع لا تكتفرق كيتجوجوا الوليدات وكيتجوجوا البنيات وكيتلقوا على الأقل معروف المغربة يوم الجمعة كيتلقوا بعضيتهم الأخوت الخوتات وخمز وجين الفتيات بأزواجهن والذكور بزوجتهن وبالأولاد الجميع وكيت تهبوا وكيت يزوروا الوالدين وكيتكن يوم الجمعة يوم مبارك صنعة الكسكس والطعام والإكرام والمحبة يوم عيد عظيم هذا المشهد نكاد نفقده في مجتمعنا ولو الأخوت كل واحد صاد في جهة البعض يشقرق والبعض يغرب بل الأدهى والأمر اللي مشى للمحكمة غدلقى بأن معظم القضايا اللي في النزاعات بين يدي القضاة والمحنين دي الخوت الأخ داعي ما أخته والأخت داعي أخوها والد العم داعي ولد عمه والخان داعي ما أخاه الناس بعضيتهم دمهم ولحمهم واحد القاضي صديقي واحد مرة قال لي حشمت قال لي المدعي اسمه كذا والمدع عليه نفس الاسم والشهود نفس الاسم يعني عائلة بعضياتهم ضاربين فيهم الظالم وفيهم الظلم وفيهم الشهود ونقضي الشهود أعود بالله من شهد الرجيم من الذي أصابنا را مغربونا كان هذه ثلاثين سنة في عهد المسيرة را كان مغرب أخر كانت الرحمة وكانت تسامح وكانت قلب مسلم والناس كيتلقوا على الأكلة على قد الأقسم الله كي يكلوها وكيتفاهموا عليها ولكن الورد كتلقى كلها كي يقول لي تشوف سيروا خيطوا وفصلوا واختاروا واللي شط عليكم أعطوها لي ما كيتزيدوا في الورد ما كيتزيدوا في الورد ما كيتزيدوا في عسابات اليوم كيلقوا بعض مرات حتى الولاد باقي مجموعين في ضربهم وضربهم وبنتهم نزاعات وبنتهم غيرا كتلقوا لي كذاك الكبير انفقت عليه بزاف صيفت خرج أرض الوطن وصرفت عليه أموال طويلة كثيرة وانا قررت نغير داخل أرض الوطن إذا خصدنا معنا المساواة ترد عليها تكشين صرفت عليه ولا يقول لي انت قرأ في مدهسة حرة وده مدهسة عمومية وكاتل من الحسابات الفارقة حتى صار العدو والبغضاء وش حمل واحدنا من الخوت جاءت هنا لإداعك يقول لي يبغتك توقف معايا ممشي للمحكامة هاش بغيتي بتنرفع دعوة على نفسي نحيي نفسي من الحالة المدنية أعود بالله مش نراجمه وعليش قال لك باباش نتبعت معدوك الخوت هاش دارو ليك شوف سيمنا يوسف عليه السلام هاش فعلو لي خوته ومع ذلك في آخر لقاء قال يوم لا تترب عليكم اليوم يغفر الله لكم علمنا الله تعالى أننا بالخوت دي انتبع Quyander لا تترب عليكم خوة يا واختي ما تحابوش مكين حساب بين الأخيار والأبرار الله يسامح في الدنيا وفي الأخيرة ما تديدك الخير وعندك الأسحاب يؤديغت تخطص عندك الأسحاب أينغت تفكر بالعكس عات هاغت تغنى الي عنده خلق ديالتضحية وعنده الخلق ديالتنازل مع الإخوة ديالوا وعنده خلق التسامح مع الإخوة ديالوا وعنده خلق الرحمة بالإخوة دياله عندك تقول هذا ما عنده ظهر ما عنده نفس قليل الشخصية ضعيف الشخصية بالعكس هذا هو اللي ربي عز وجل سيفتح له باب الرزق باب العطاء باب الكرم باب الجود باب العزة يعطي الله العزة لا حول ولا قوة إلا بالله أخينا حسن من مقونا أسأل الله الواحد أحد أن يعم المحبة والمودة بينكم وبين الإخوة جميعا ذكورا وإناتا اللهم ألف بين القلوب واصلح ذات النفوس اللهم أنزع من الصدور حضهم من الدنيا من الكراهية والبغضاء والعداوة واملأ القلوب محبة وإيمانا ويقينا ورحمة يا ربي ألف بين قلوبنا جميعا كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين يا ربي ألف بين صدورنا وأرواحنا كما ألفت بين الكتاب والسنة واجعلنا جميعا على كلمة سواء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة